أنا الحقيقة أبتدي من نقطة من الملاحظات أنه بالنسبة لطبيعة الصراع الدائر الآن في السودان هو مختلف عن ما سبق الصراع الحالي مختلف أماط الصراعات السابقة كان فيه صراع داخلي دوما للأسف كانت مصر جزءا منه بين طيارات سياسية معينة وكان فيه بس دي لم تؤثر على كيان الدولة عمرها لما ما كان يؤثر على كيان الدولة هو صراعات المناطقية صراعات اللي فيها الجغرافية مع القبلية هذا النمط الجديد هو صراع لأنه فيه فرق كبير جدا ما بين قوات درفور التي خرجت اللي كان ينتظر في الاتفاقيات التي تمت أن يتم دمجها في القوات الأمنية أو القوات السودانية وما بين الوضع الرئيسي هذا صراع ما بين قوتين رسميتين وهذه خطورة وصعوبة الموقف أنه هو مختلف تماما في طبيعة الصراع عن الألمات السابقة التي شهدها السودان الأمر الثاني ملاحظة الثانية تتعلق بمسألة النازحين حقيقة أنا بس عايزة أقول أن الدولة المصرية تاريخيا بتعالج هذه المسألة في ضوء اعتبارات عديدة الاعتبار الأمني واحد منها وإنما دائما بتأخذ وبتوازن دقيق كثير من الاعتبارات في مسألة النازحين بشكل عام سواء من السودان أو من سوريا أو من بلدان العربية الشخريقة والإشكالية اللي احنا بتواجهنا هنا حكتين غير طبعا ضغوط على الاقتصاد المصري وإحنا لن نختلف على هذا الإشكالية اللي بتواجهنا أنه نحن لا نبتزل عالم مثلما يفعل الآخرون مثلما فعلت تركيا مثلا في الحصول على منافع اقتصادية من هذه الاصطدافة أو دول عربية أخرى لن نسمي أحدا إنما كان يجب على المؤسسات الدولية أن تقدم دعما موازير ومماثلا للعبء الذي تحملته مصر من هذه المسألة لم نفعل هذا دي مسألة فنية فنية لا مش فنية فقط هي مسألة معقدة نتيجة أيضا أنه مصر لا تستطيف هؤلاء في معسكرات أو في مخيمات وهم بيجدوا أنفسهم في بلدهم الثاني وبيزوبوا في الحياة المصرية وده بيشكل يعني صعوبات معينة مع ذلك تستطيع مصر أنها تستفيد من هذه المسألة الملاحظة الأخيرة أيضا أنه بالنسبة لسوريا وهي تعود بشكل مختلف وده متفق عليه هي تعود في إطار نحن نحتاج إلى مقاربة شاملة ماذا يحدث في الإخليم أن هناك رؤى بتزداد عمقا في المنطقة الآن بشكل خاص أنه قبول أن تتحول كل ساحات الصراع في المنطقة إلى صراع يستفيد من الأطراف الخارجية والدولة والإخليمية غير العربية أنا أوان وقف وليس ما يحدث أنه اقتناعا بأنه هذه الملفات أغلقت كل هذه الملفات ما زالت مفتوحة سوريا ما زالت أجزاء منها محتلة ما زالت لها قوات أجنبية عديدة ودول متواجدة ونفوس خارجي عديد وبالتالي نأمل أنه ما شكل في إطار الجامعة العربية ومن مساعدة سوريا على العودة إلى محيطها العربي يكون فعلا في إطار صفقة أو في ترتيبات تعيد إخراج المشهد بشكل مختلف أخيرا بالنسبة للمشابهة مع جنوب السودان يعني دي مشابهة بارغة الصعوبة لأنه الخلاف بين سالفاكير ونائبه كان فيه بعدا قبليا ومناطقيا مختلفا بالمرة الخلاف هذه المرة بين قوى نسبت نفسها إلى الدولة وأنه ما فيش دولة في العالم بفيها مؤسستين عسكريتين وبالتالي كان لابد أن يقع هذا الصراع في حالة سالفاكير ومشاري أيضا كان البعد بتاع القبلي والصراع القبلي التخليدي في جنوب السودان وبالتالي الاتفاقية التي تم إخراجها في جنوب السودان لا يمكن تطبيقها في حالة الوضع الراهل للأزمة الحالية في السودان ترجمة نانسي قنقر